هو جماعة الناس ما بتنزلش الشارع ليه الناس ما بتتظاهرش ليه ما فيش غضب ليه تجاه اللي بيحصل لانه السيسي مانع لانه قبل كده كنا بنعرف ننزل لكن دلوقتي مش عارفين طب ما تيجوا نبدأ كده نعمل مقارنة الحقيقة لازم انها تتعمل اتفق او اختلف مع عبدالفتاح السيسي اتفق او اختلف مع محمد مرسي اتفق او اختلف مع حسني مبارك التلاتة كانوا رؤساء لمصر السيسي لسه موجود يعني وحدث عدوان على قطاع غزة في فترة رئاستهم تعالوا نشوف مع بعض كده بعيدا بقى عن اتفاقك واختلافك مع كل واحد اتفاقي واختلافي يعني مع اتنين من التلاتة او يمكن تلاتة كمان مرسي كنت بختلف معاه في حاجات كتير لكن فيما يتعلق بغزة تحديدا تعالوا نشوف موقف التلاتة كان عامل ازاي ونحكم ونقارن لان المقارنة دي مهمة اولا تعالوا نشوف مع بعض الفرق بين مبارك ومرسي والسيسي في التعامل مع قطاع غزة حسني مبارك كان يسمح بالمظاهرات المؤيدة لقطاع غزة وفلسطين مظاهرات شعبية محمد مرسي ارسل الرئيس الوزراء شام قنديل لغزة اثناء العدوان السيسي منع المظاهرات واعتقل من شارك فيها المظاهرات اللي هي مش بتفوضوا نكمل مبارك ابقى على الانفاق بين مصر وغزة وقال ان الانفاق نتيجة للحصار وان الاتفاق الاسرائيلي الامريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا بشيء مرسي انهى الحصار المفروض على قطاع غزة اصلا مش انفاق ولا غيره السيسي الحمد لله اطبق الحصار على قطاع غزة واغرق الانفاق وانشأ جدارا عازل وقام منطقة عازلة في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات مبارك فيما يخص معبر رفح فتح معبر رفح امام المساعدات والتنقل في حرب الفرقان 2008 مرسي فتح معبر رفح بشكل كامل امام المساعدات والبشر ايضا السيسي لم يتمكن من ادخال مساعدات انسانية كافية وتفتش اسرائيل الشاحنات قبل دخولها في معبر خاص بها ولا زال هو والمسؤولين بيطلبوا بدخول المساعدات مبارك ارسل تواقم طبية واستقبل مئات الجرحة محمد مرسي قال اقول لهم باسم الشعب المصري ان مصر اليوم مختلف عن مصر الامس وان عرب اليوم مختلفون عن عرب الامس وقال مقولته الخالدة لن نترك غزة وحدها السيسي طلب بتهجير اهل غزة الى صحراء النقب وقصفت الاراضي المصرية اكثر من مرة ولم يتحرك ولم يقل لي اسرائيل اي شيء اه كمان السيسي عمل مستشفى ميداني اه وفي جند مصري استشهد في القصف الاسرائيلي واصيب اخرون اه في مستشفى ميداني في رفح حشان ما حدش يقول السيسي ما عملش حاجة اه في ايام مرسي اجبرت اسرائيل على وقف اطلاق النار بعد ثمانية ايام مبارك زي ما قلنا انه كان بيرسل اه طواقم طبية واستقبل مئات الجرحة دي مقارنة كانت مهمة ما بين مرسي ومبارك والسيسي اللي بيمنع دلوقتي المظاهرات وغرأ الانفاء وعمل كل حاجة